مساء الخير على كل مشاهدة ومتابعي برنامج التحدي حلقتنا النهاردة هتكون حلقة فنية حلقة جميلة حلقة نستمتع بها كلنا لأن النهاردة هيكون معنا ضيف قيمة وقامة هيكون معنا النهاردة الشاعر مصطفى عمر وشهراته مصطفى العسكري صاحب قصيدة رسالة وبسببها اتكرم من سيادة الفريق أول صدق صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي والقائد العام للكوات المسلحة أستاذ مصطفى على المسلم بك أهلا بحضور نهارتين وشرفتين أستاذ مصطفى عايزين نعرف تعرفنا كده وتعرف المشاهدين من مصطفى العسكري وتحدياتك وطموحاتك أنا مصطفى عمر شحاتة صاحب قصيدة رسالة الجماعات الإرهابية كنت في الجيش في 2015 وسادة العميد أحمد حضرتك دلوقتي هو بقى سيادة الليوة يعني تمام 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 قابلته في المكتب وكده فعرف أن أنا شاعر وعرضت عليه قصيدة وعجبته جدا طبعا وقال لي إحنا عندنا لقاء مع سيادة الوزير ياريت تكون موجود تحت عمر كفندم وطبعا روحنا للقاء تمام عايزين طب قل لي بقى كده مصطفى يعني أول مرة كده توقف يعني أول مرة تقول الشاعر وتلك الشاعر ووقفت ودام سات الوزير وبعض المنقضة فكان إيه شعورك ساعتها بقى ووقفت جدا ودام سات الوزير كده ووقفت أول قصيدة تقولها حضرتك كان قبل القصيدة اللي قلتها دي رسالة للجماعات الأربية كان في قصيدة تانية اسمها مصر بلدي تمام لما تكلمت كنت أول مرة قدام سات الوزير ما كانش في حتة في جسم ما كانش بتتهز تمام حضرتك كان سات الوزير برضو شيء بالنسبة العسكري كبير جدا اه طبعا كم وكم فتاني مرة لما ربنا كرمني ووقفت قدامه المرة التانية فكان الرهبة دي راحت اه تمام وانا سام بطبع جريء ان ربنا الحمد لله يديني موهبة الشعر وطبعا دايما الشعر لازم يكون عنده جراءة اه لازم يكون قوي كده وعنده تمام لازم يكون جريء عشان بيبقى قدامه جمهور تمام لو خاف مش هيمفع تمام طيب احنا عندنا طبعا قصيدة الرسالة دي تمام هي قصيدة طبعا ما فيش حد ما يعرفهاش كل الناس تعرفها تمام بس احنا عايزين النهاردة بقى نعرف المشاهدين اللي ما يعرفوش مين مصطفى والقصيدة القصيدة الرسالة عايزين بقى نسمحها كده ونستمتع بها بعنك تمام بسم الله قصيدة اسمها الرسالة لكل الجماعات الارهابية لكل الجماعات التكفيرية لكل الدول العدائية لكل الناس بصفة عامة مش هتكلم بصفة فردية يعني الكل البشرية لا ولم ولن تسقط جمهورية مصر العربية مهما كانت قوة العدل العددية او اسلحتهم النووية عشان ما فيش جمهورية مصر العربية اللي عندهم قوة غير عادية اولها الامام برب الناس وسانيها الفداء والتضحية ياريت كل الدنيا تفهم لن تسقط جمهورية مصر العربية لكل الناس لكل ارهابي لكل تكفيري لكل واحد من البلد او برا البلد لو فيه شهيد مات فيه الف بيت ولد احنا بلد صنعوا التاريخ لا احنا اصلا التاريخ من قبل ما يصنعوا القنابل والسواريخ لو كنتم مش شايف تبقى مكفوف احنا التاريخ من ايام السيوف لو حبيت تعمل في نفسك معروف اتفضل اقرأ التاريخ وشوف احنا بلد بتعدى الصعب مهما كانت الظروف لكل التكفيريين لكل الارهابيين انتم عارفين بتحاربوا مين المشكلة انكم فاكرين انه هو ده حكم الدين طب اعتبرونه معاكم هاتولي دين من الاديان بيحل القتل انسان عشان كده بنقول على الارهابي خسيس وجبان نصيحة حاول تراجع نفسك قبل ما يفوت الاوان طب هاسأل سؤال بتعمل ايه لما بتسمع صوت الازان بتصلي ولا بتدور على العملية التخريف في كل مكان ولا بتدبر لمظهرة في كل ميدان احب اقول لكم مفيش داعي الشعب دلوقتي فاهم مقدر واعي في ناس كتير من هنا متغاز بس ادبي وحيائي مش قادر اقول الفاظ انت ليه مش عايز تفهم يا سئيل احنا اللي عبرنا خط برليف وهزمنا اسرائيل قالها عبد الناصر زمان لا قصد الزعيم الراحل عبد الناصر قبل ما يموت هنحارب حتى بالنبوت احنا مش هممنا الموت ومهما كان في طريقنا اي شيء محطوط هنعدي وهنفوت ده مش كلامي ولا كلام بشري ده كلام رب الملكوت لكل المتربصين اوعوا تنسوا احنا مين احنا مش اي دولة احنا مش اي شعب احنا المصريين اوع حدي فيكو ينسى احنا مين بتحاربونا بالمعلومات شمعنا احنا بالذات عايز اقول لكل الناس انسوا اللي فات لكل الابهات لكل الامهات احنا بلد عندنا اصل وتاريخ وتقاليد وعدات ومن عوايدنا وقت الشدة رجالة هاتلي مصر اصيل مش بيحب بلده استحالة مصر هتفضل فوق الروس متشالة مصر هتفضل بلد الامان دي مزقورة في القرآن من رب الجلالة وما فاكرين ان مصر هتخلص وان ماتوا شوية هتنقص مصر ولادة كل يوم بتزيد زيادة ماتوا عشرة ماتوا عشرة تتولد مية وبرضو مصر هي هي مصر الجميلة البهية هي دي دولة عادية دي دولة شجاعة وانسانية احنا من يوم ما تولدنا بنحب مصر بلدنا وعلى رب الناس اعتمدنا هنخليها احسن لنا ولولدنا مهما كان التمن غالي هتفضل يا بلدي في العلالي حتى لو كان التمن اروحنا نموت في داها وننصب افرحنا كل يوم يا مصر في تقدم وازدهار وكل يوم بيطلع فيك نهار يزداد شعبك بافتخار وعايز اقوله كل ترهي كل ارهابي تكفيري من البلد دي انت عليها عار الارهابي لما يموت ريحته بتبقى وحشة مهما تغسل اما الشهيد ريحته بتبقى يتضرب بيها المسا شكرا بسم الله مشا الله جميل والله مصطفى بسم الله مشا الله عزيزين العربة مصطفى القصيدة ديت اول ما قلتها كده كان احساسك بعد ما خلصتها كده وكل طبعا يعني عازين نفهم كمان اكتر حاجة هل لما تقدمتها كان في حد يعرف ان انت هتقولي القصيدة دي ولا هي جات مفاجعة ما كانش يعرف غير سيادة العميد ارقان حرب احمد محمود عليوة اللي هو كان قائد الوحدة بتاعي كان قائد المجموعة هو عارف ان انا كلمني وقلت له حضرتك ان انا عامل قصيدة جديدة فكان فيه مؤتمر فطر مجمع مع سيدة الوزير فقلت علي هتقولها فقلت حضرتك هتنظم مع الناس الموجودة بتنظم الفطر مجمع ده قال لا احنا مش هننظم انت هتيجي هتقولها لو سيادة الوزير قال ان حد عايز اقول حاجة ترفع ايدك وتقولها لكن احنا ما بننظمش حاجة ولا جيش بيقول لحد يقول اي كلام احنا عايزين نعرف بقى مصطفى كان ايه بقى احساسك بعدما خلصت كده وسادة الوزير بقى فرحيته ايه بقى احنا شوفنا طبعا انا شوفت طبعا الحلقة دي وكتنكسرت ديني الحفلة دي كان بسم الله ما شاء الله حاجة جميلة جدا عايزين بقى نعرف بقى بعدما خلصت كده كان سادة الوزير كان ايه شعوره بقى لما انت قلت القصيدة بقى سادة الوزير سلم علي واخدني بالحضن ورفع روح المعنوية جدا وشجعني وبعد كده قعدنا كان الفتر فاضل عليه دقيق طبعا بعدما افطرنا جي رائد رتبة رائد بيقول لي سادة الوزير قال انه هيكرمك ففعلا قلت له طب حددك مطلوب مني قال لي هتوقف مع الناس اللي هتتكرم وهندهوا اسمك وده اللي حصل فوقفت مع الناس وخدت درع قوات المسلحة من سادة الوزير طبعا ديت احسن حاجة بقى طبعا احسن حاجة في حياتك بقى الحمد لله انا روح المعنوية كانت في السنة بسبب الموضوع ده طبعا ديت يعني خلتك كده رفعت من روحك المعنوية وخلتك ان انت عايز تفضل تكتب شاعر ويعني تبع حاجة كويسة ليك برضو يعني ان انت بتفضل انا حاجة خلاص بتفضل طمحاتك وهدفك ان ده اول حلم ليه واول طموح ليه اتحقق اولا انا النهاردة وده مسادة الوزير وبعد من المسؤولين اللي قادة المسؤولين فده بتبع حياة جميلة بالنسبة لك يعني اه وبعدين عندنا حياة في السعقة مختلفة عن اي مكان تاني في الجيش تمام السعقة انت بتتدرب طول فترة جيشك تمام فدائما في تدريب ودائما ان احنا مع بعض كنا صحاب واخوات عساكر زباط صف زباط كلنا كنا بنتدرب مع بعض وبنصحة زي بعض فيش حادي مميز عن التاني في الوقت الفاضي بقى كده يعني مثلا متبقوا فيه وقت فاضي كده قاعد انت وزميلك او انت مثلا في خدمة اثناء خدمة مثلا وفي معاك بعض الجنود والزباط فيش حادي كان بيقولها كده تب سمعنا حاجة كده يحب يسمع مصطفى كده وبيلك شعري كده اه طبعا زمالي كلهم كنا بنحبوا بعض جدا زمالي كانوا يحبوني جدا وكنت حبوهم كنا نتجمع دائما في الكنتين بتاع الوحدة ولما اكتب حاجة جديدة انده لهم او هم يقولوا في حاجة جديدة شاعر او لهم هم موجود فنتجمع في الكنتين وابدأ اقول لهم الحاجة قبل اي حد كانوا زمالي اللي بيسمعوها حتى قصيدة رسالة الجماعة الرهابية كانوا زمالي عارفنا انت برضو عندك قصيدة باسمها برضو مصر بلدي طيب هازين نسمحها بقى كده ونبهر الناس بها دي القصيدة الاولى اللي كنت ايلها قدام الوزير كانت هي قصيدة مصر بلدي بسم الله مصر بلدي عايش في خيرها ما بحبش حاجة غيرها مصر بلدي بلد الامان محدش يقول ده كان زمان مصر دي بلد الحضارة والتاريخ سايب امارة اهرمات وسد عالي يعني بجد المصر غالي حب ليكي ملوش حدود يلي فيكي خيرت الجنود في القرآن اسمك موجود مصر بلدي مصر هي هي معنى الانسانية مسلم مسيحي دم واحد مفيش فرق يا بشرية عمرها ما تحصل عداوة ولا فتنة طائفية يعني مصر بيحمي مصر ملوش دعوة يا ناس بدين الدين معروف لمين الدين لرب العالمين مصر بلدي بلد الحضارة والتاريخ سايب امارة مصر دي اللي فيها امي شوف كم شهيد ماتوا في سينة الجميلة ضحوا بسببهم علشان نعيش ايام طويلة لحد فينا يكون عاجز ولا حتى حد يكون قليل الحيلة رفعونا فوق وضحوا يناس بنفسهم والشكر مش كفاية في حقهم يا رب صبر اي قلب حبهم اذا كان ابوهم او اخوهم او امهم لا اي ام ابنها راح منها ما تحزنيش بقى في الجنة من اهلها ضحى بنفسه عشان مصر كلها ما تقوليش خلاص ابن انتهى لا دعايش عند ربه اللي خلق الدنيا كلها مع الاسف نسيت جزء من القصيد على فكرة عزيم طيب طمحاتك بقى بعد بعد حاجات انت محضرت ايه طمحاتك انت شايف نفسك فيه ان شاء الله كده وعايز تعمل ايه وعايز تقدميه للبلد الموضوع ده موضوع كبير جدا بمعنى يعني انا موضوع الشعر انا مثلا بكلم عن حب البلد او انتماء ليها عايز الموضوع ده ينتقل للمدارس للجامعات فيه شعر كتير جدا موجودين في البلد وبتكلموا كلام مميز جدا دول هيروحوا فين فيه مدارس بتعمل حفلات كتير عيد الام مش عارف ايه ايه فيه حاجة كتير بتعمل حفلات كتير اه بدل ما دلوقتي للأسف الاطفال ممكن تلاهم بيسمعوا بيغنوا مهرجانات وكلام اسفاف كله طيب ليه بقى ما نسمعهمش شيء مفيد احنا اصلا بوصلهم الشيء ده وفي الاخر نقول هما بيقولوا ليه كده لا احنا ممكن في الحفلات دي نقدم لهم شاعر نقدم لهم شيء مميز فهم يحفظوا بكلام يبقى كلام محترم نقدم لهم حاجة ونزود انتماءهم للبلد بحيث لما يجبر يبقى شاب يعرف يعني ايه حب البلد يبقى جاي الموضوع ده في قلبه منتمي ليه انت اكتريت القصيدة اللي انت بتكتبها والشياء اللي انت بتكتبه كله عن البلد والوطن يعني لا فيه عن نجم محمد صلاح قصيدة وفيه اغاني انا مؤلف اغاني كمان بسم الله من شاء الله جميل برده يعني اساسا انا مؤلف اغاني وشاعر ممثل مسرح تمام جميل الله لا استمر يا ريت بس لو فيه تليفون كده تليفون لو جاهز يا باشا تمام ماشا بعد ما خلصت جيش بقى يعني عزي النهارة بعد ما خلصت جيش هل خطت خطوات تانية بقى بعد خلصت جيش وكده وكان فيه خطوات جديدة يعني هو عملت مشترك في مسرحية اسمها انظار فرعوني على المخرج سيد طه جميل والندوات بقى في الأوبرا دايما في الندوات في الأوبرا احتفاليات تبع طيب معانا تصل تليفوني من الأستاذة نادة محمد معيدة برنامج التحدي أستاذة نادة اهلا وسهلا بك اهلا وسهلا من حضرتك حمد الله تمام اولا انا بشكر حضرتك جدا على البرنامج الجميل ده اللي بتصديف ناس جميلة عندها موهبة حقيقية فعلا ربنا خليك يا رب كلنا عارفين ده طبعا حضرتك بتشجع الشباب وتدعمهم في برنامج التحدي ربنا خليك يا رب وانت من الشخصات الجميلة برضو اللي بتساعد الشباب يعني في محافظة البحيرة الله يكرمك برحب طبعا بأستاذ مصطفى والقصيدة الجميلة اللي قالها كلنا اللي هي رسالة الجماعات الارهابية اهلا بحضرتك اللي اصرت فينا كلنا بصراحة بتحمل روح الوطنية هي صراحة اصرت في الشعب المصري كله يعني والله الصراحة الشعب المصري كله والله بتحمل روح الوطنية المفضوط يحملها اي شاب بصراحة يعني وهو قدوة حسنة للشباب كتير جدا ربنا وافا وربي كده ان شاء الله كده ودايما كده تجي مننا برضو ناس كده يعني من البحيرة كده ويكونوا موجودين معانا ان شاء الله كده على طول البحيرة مليانة مواهب الله يا أتذر موضوع لا والصراحة والله انت يعني شغالة شغل كويس والله كان معايدة برنامج التحدي في محافظة البحيرة ودايما كده برضو البحيرة مواهب كتير فعايزين دايما كده نقدر ان احنا نساعد الناس ان شاء الله اكيد طبعا ان شاء الله والله عايز اقول برضو ان مفروض كل واحد مننا يكون عنده الروح الوطنية دي والبلد خطوطا في الأيام اللي احنا فيها دي مع الفيروس اللي كل العالم بيواقفه فيروس كورونا يا ربنا يحفظ بلدنا يا رب منه ويحمينا يا رب مصر بلد العمن والأمان إن شاء الله نشكرك شكرا جزيلا أستاذ النبا نعم شماء أستاذ ماذا تقولتنا بقى أن انت برضو عندك قصيدة محضر قصيدة التواصل الاجتماعي تمام عايزين برضو نسمعها دي من الأهم القصايد بقى تمام اللي بتتكلم عن حرب الشائعات من الناس في شباب كتير قوي تعتبر تفكر أن هي دايما عايزة تسافر برا وكره البلد وكره الدنيا ده من الحاجات اللي بتتبسلنا من برا تمام في مواقع شغالة إن هي تكرهنا في بلدنا وتقول إن هي وحشة وإن هي لازم تسافر وتعمل فلوس كلام ده كله طب جميل جميل والله جميل بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم التواصل الاجتماعي في مواقع من الغرب مدعومة عشان توصل معلومة إن إحنا شعب همجي لنافع جيش ولا حكومة وفئات كثيرة مظلومة وناس حريتها معدومة ونجحوا في تمويل منظومة تكدب سدق وتخفي تاريخ بكتبة محكومة ويقولوا مصر فجرية ونحس تشبه للبومة وينسونا تاريخها وامجادها ويفقرونا بس بأنها دولة محرومة الغلابة مفرومة وكلمة الحق مكتومة هم مش عايزين البلد تجوم لها جومة في بعض وسائل الإعلام بيقولوا عنها أي كلام بيقولوا عنها مش دولة إنك تسافر أكيد أولى تلمي فلوسه بالكيلة وترجع تتجوز وتعمل عيلة يا عم روح ده أنت شايل شيلة يقوم واحد يقول زمننا ده زمن كافر مش عايز بيتي يكون فاخر عايز يعيش ومش قادر يلم وراجه ويسافر وبرة بلاده بيعافر يخسر صحون يشيل يحط ويتاجر والغربة بتكتل على الآخر عايش هناك لكن شاعر كأنه بيتقطع بخناجر عايز يرجع ومش قادر التاني ده حاسس بعجز يجري بسرعة يشوف الحجز عشان يركب سفينة ما فيهاش وسيلة نقص يجري بسرعة وملهوف هجرة غير شرعية بحكم ضيق الظروف ويلاج نفسه محدوف في مركب تشيل مية وشيلق له يندم عليها أول معين وتشوف جلوب تيها مليها تخوف وتغرق سفنته وهو يدعي الرب رؤوف تواصل الاجتماعي بقى حرب حرب من غير رصاص ولا ضرب حرب جيلنا من الغرب عايزنا دايما نبقى في ديج أو كرب أسر كتير باجت شردة ده حرب بردة بتكتل فينا المودة كله ماشي دلوقت بمثلة عشى به قبل ما هو بيك يتغدى نطلع من نجرة لضحضيرة ومن شدة لشدة عايزين نفوق نطلع لفوق وعافية زوج مش هنرضى نبقى غنم في سوق وبلدنا لو اتحدنا خليها علي فوق بلدنا جميلة جدا من الغروب للشروق حبها جوانا بيجري في العروق مهما حربتونا ومهما كانت الطريقة أو الوسيلة هتفضل بلدنا جميلة ولدها مايرضوش إنها تكون عليلة أو زليلة رجالة البلد كفيلة تحميها بأرواحها كل ليلة وحب أقول لكل متربس عايز يأذي البلد دي مش هتلاقي الوسيلة بسم الله ما شاء الله جميلة والله لا انت بسم الله ما شاء الله يعني كل القصيدة بتاعتك الوطنية جميلة جدا يعني أنا القصيدة بتاعت الرسالة أول مرة سمعتها أنا يعني من ضمن الناس أنا والله عيطت لما سمحت القصيدة بقى يا بلك بقى اللي كان موجود بقى في الحدث نفسه أنا عامل ايه أنا طبعا شفت برضو سيدة الوزير برضو وهو مبسوط بالقاء الشعر وحاجة جميلة والله وانت حاجة نموذج كويس لمصر يعني إن شاء الله تبقى في تقدم ونجاح وتبقى في المكان إن شاء الله المكان اللي انت حبيبها وتكون حاجة حلوة للبلد إن شاء الله إن شاء الله العزين العرب بقى انت طبعا أكيد أكيد انت بتشتغل بقى ومع شغلك بقى برضو هل العمل اللي انت شغال فيه حاليا بيأصل عليه وانت بتكتب بالشعر وكده لا العمل ما بيأسرش معايا نهائي أولا الشعر اللي بكتبه يعني الشيء كده زي ما يكون يعني قريب ما يكون إلهي يعني أجيبها لك بوطنة مبسطة الشعر اللي هو الأبنودي الخال لما أحد المرزعين بيقوله ما تقول لنا قصيدة قال لهم هو قال لكم قصيدة هي الموضوع لعبة الموضوع ده رزق بيبعثه لي ربنا تحت المخد بمعنى هو نفس الموضوع بيحصل بزي مثلا يعني في قصيدة ممكن تجيلي في حلم قصيدة زي رسالة للجامعة الإرهابيد كتبتها في الضلمة وانا ماسك السلاح في أثناء الخدمة تحت في أثناء الخدمة جميل بس أنا أسلمت الخدمة من هنا مفوضة لنا بنام ساعتين عشان أقوم أمسي الخدمة تاني تمام في الساعتين دلو أنا ما نمتهمش كملت برضو كملت كتب وبعد كده كملت الخدمة يعني اعتبر طبقت في اليوم ده ما نمتش كده كنت بكتب زي يعني نبشي الفراخ كده كنت بكتب سعيد بقى ومبسوط وانت برضو بتكتب القصيدة كده في قمة انبساطي إن أنا أوصل شيء للناس يعني أنا أنا أوصل لموضوع ده كنت بشوفه على زميلي لما جمع زميلي في الكنتين أو في أرض الطابور حتى في أرض الطابور كنت برفع روحهم المعنوية كنت بساعد في ده وده برضو شيء بيبقى للبلد أيه طبعا كيد لما تساعد زميلك في أن الروحهم المعنوية في كلنا بدأت ضرب بزمك وإننا بنعمل كل شيء بضمير تمام وإحنا حابين ده وكمان كان مساعدنا عن أمره ده كان سيد العميد أرقان حرب أحمد علي وهمام كان من الشخصيات الجامدة جدا وكان دايما بيحفزنا طبعا كان في قمة الزكاء وخلى المجموعة بتاعتنا بعد يعني كان دايما بيطورها المباني كان دايما يجددها فكان يعني من الشخصيات اللي كنا كلنا بنحبها وكان دايما بقى يعني كل في أثناء الخدمة وأثناء الخدمة العسكرية بتاعتك كان برضو أكيد طبعا كان في بعض من قادة إنما بيساعدوك برضو وبدوك حافز برضو إن أنت تشتغل نفسك أكثر ما هو من ضمنهم سادة العبيد أحمد سادة العبيد أحمد يعني السبب الرئيسي في أن أنا أكون قدام سادة الوزير بسم الله ما شاء الله طبعا من شكوره شكرا جزيلا طبعا طيب عايزين برضو نعرف كمين كدوتك من نسبة للشعراء الودان بقى مين كنت شايف مين كدوتك يعني دايما دايما هنا موضوع الشعر ده الناس لما هي اللي بتقولك أنت تشبه كذا الموضوع بيبقى إيه؟ أنا مش كذا يعني مثلا واحد يقولي أنت شابه هشام في حاجات الأبنودي في حاجات لازم أحد يكون شخصية أنا شخصيتي كان لازم يكون شخصية مش دولة ده بس مبسوط جدا لما حد يقولي الأبنودي بحيبه جدا يعني هو بالنسبة القدوة في الشعر هو والشعر أحمد وأدنيك تمام ناس بسم الله ما شاء الله يعني كما وكما طبعا طيب أنت قلت لنا قبل الحلقة أنت محضر حاجة للنجم محمد صلاح أنا كنت عاملها حلقة منتيشة كده بس قلبت معي بجد طيب أنت كنت متحكة بس عملتها كنت أخيتها مثلا أنت قاعد كده لو أحنا كده فقاعد عادي بيتهذر فعملت حاجة فأنت بعد كده اتطورت فقا أكتر وعملتها أنا كنت عاملها متحكة أصلا بس في النهاية اللي مش عفل العرق الوطنية برضو دخلتها عشان خاطر هو مصري كتبتها تعتبر حاجة برضو لمصر بما أنه هو مصري ومذج مصري مشرف برا طبعا طبعا مشرف لكل دول العربية مش مصري بس طيب عايزين نسمحها بقى تمام محمد صلاح يفعل تاريخ في كل صباح قول إنه هدى في انجلترا والأفضل في ليفربول يا حديث العصر نحن نفكر بأنك ابن مصري افرح أيها المصري افرح أياتها المصرية أفضل لاعب في الحلم يحمل نفس الجنسية احتلق لبنا بعفوية بعد الأحلام الوهمية خلالنا أهمي ووصلنا لكأس عالمية هل أنت صلاح جني هل أنت مظهر أوصاف إنسية أم أنت أساسا إنسيا لديك خوادم جنية هل هذا حقيقية في الواقع أنت بإرادة قوية ما هذا القدم استحرية ولديك عزيمة فلزية يا سفير الدولة المصرية يا حلم كل الكلية يا أفضل صف محمد صلاح إذا أتت القرى تحت قدمي يقصف يقف الحارس يحطار هل سمريه جاءت أم جاءت اليسار يا إلهي ما القرار ويتفاجأ الجميع بصاروخ لا يتصدى له بفن أو فاندرصار نعم محمد صلاح من أكبر الكبار حينما يشارك يتغير المصار ابن النيل أثبت بالدليل أن لا شيء اسمه المستحيل محمد صلاح ابن النيل أثبت بالدليل أن لا شيء اسمه المستحيل مدام تلكت الإرادة النجاح ليس له بديل يتراقص قلبي فرحا حين أسمع اسمه في إحدى استوديوهات التحليل نعم هو محمد هو نجم هذا الجيل افرح أيها المصري افرح أيها المصرية أفضل لعب في العالم يحمل نفس الجنسية جميلة جدا والله يبسونه من شاء الله لا أنت النهاردة هم تحتنا والله والله أنت هم تحتنا وانتحت الشعب المصري كله ودائما كده أنا كنت فخور بيك من أول ما شفتك في الحفلة الأولى دي أنا فخور بيك وشايف أن أنت حاجة حتى الكلام اللي أنت بتقوله ده طلع من القلب مش مغرد كلام كده شعر بيقوله لا الكلام طلع من القلب بتحس أن أنت أنت في الموقف ذات نفسه ربنا وفعك كده درشي إن شاء الله كده ودائما كده نشوفك كده كده مشرفة البلد إن شاء الله تكلمنا طيب كده يعني إن شاء الله نوي الفترة الجاية تعملي والله أنا حاليا مركز في الموضوع المصرحية ده بنعمل بروفاتو هنعرضها إن شاء الله في الصيف الجاي تمام كويس في الأجازة أجازة أخر سنة تمام وده بضع هنكون فاللقاء الشعر برضو هيبقى فيها في بدايتها أو نهايتها تمام بس أكيد يعني هيكون فيها شعر مخرج إنك لم أعرف إن أنا مصطفى الشعر فقال لي أنت لازم تقول حاجة إن نعملها زي بداية للمصرحية جميل جميل تمام وعاوخ الدور كوميدي ملوش علاقة خالص بشخصيتي تمام بس فمهتم بقى شوية بإن أنا بكتب شوية أغاني جوداد دي طبعا بس أنا عايز أقدم لكم دي طبعا دي طبعا دي تكريم بتاع بتاع مصطفى اللي تكرم من وزير الدفاع وده طبعا حاجة مشارفة والله للبلد وإن شاء الله كدت خدم المزيد إن شاء الله وهي طبعا بنعرضها طبعا لكل المشاهدين ده تكريم من سيادة الوزير تمام مصطفى طبعا انتحتنا وشرفتنا النهاردة ونوارتنا طبعا وكان نفسي للحلقة الطول أكتر عشان نقدر إن احنا نقول نطلح كل الجواك للناس ودائما كده نستمتع كده المشاهدين نوارتنا وشرفتنا أشكرك شكرا جزيلا وطبعا زي ما شفتو كان معنا نهاردة الشاعر الجميل مصطفى العسكري ويأمتعنا النهاردة ويا رب كل المشاهدين يكونوا نستمتعوا معنا ودائما كده إن شاء الله بنفاجوهم بكل حلقاتنا بالمواهب الجميلة إن شاء الله ونشوفكم إن شاء الله الأسبوع القادم في حلقة جديدة من برنامج التحدي وإلى اللقاء